السلام عليكم إن شاء الله النهار ده أول حصة من حصص حل الأسئلة هنحلل فيها أسئلة شابترون مهم جداً قبل ما نبدأ نعرف إن أول مرة ده نخلى هي مزاكرة مزاكرة ليك ونهيش جلد للذات أو طول أنه ما يفتش هزاكر أو أنها لازم هزاكرة من أول لأ يعني أنا أقول لك الكفاية الأوفرافيو ده عليك أنت تفهم دي المنهج أنا بعمله والأسئلة سيقدرون أنهم يوزنون الدنيا وتقدر تفهم كلمة الدنيا أكبر كلمة كلمة في الكتاب وفي الآخر المحصدة ضعيفة فلما تحل الأسئلة ونضرب نفسك ستحل أول مرة ستجد حاجات أكيد لكن تاني مرة الدنيا تبقى أحسن أول طيب هنبدأ على طول إزاي أنا فتحت موقع أو جزء الأسئلة ده أنا دخلت على الموقع CFA ودخلت على البرجام CFA Investing Foundation وبعدين دخلت على Learning ecosystem نتضعي شغية فدخلني على جزئية دي صفحة دي ونتضغط لpractice واختار شابطة رون هنبدأ إن شاء الله حال لأسئلة أنا عايزك في الأول أنا مش هقر كل الاختراف أنا هقول لك الكلمة اللي أنت تستمبل بها اللي أنت عايزة أو الإجابة الصحيحة لأنه لا يوجد أسئلة لأول حاجة الثانية حاجة إن أساس إن أنت تعرف الكلمة اللي في السؤال اللي ممكن تدرك على إجابة فهنقرأ لأول سؤال بطليق النقرات بين بجميل لأول معي من المتركة سورة بطليق النقرات المتركة الأول ينبق اترى إن فعايزة الفوائد الصناعة هو يجب على يدر تصعود بان هو يزود رسك الطبع لا تدر تقليد كل انا لديه ايضا يدر تدر 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 تزود الكفاء جميلا اميجر موضوع من المنتجة في المعاقة مشحاكمل السؤال المتجملة يعني قيمة المعاقة عندما يبقى فيه منافسة ما بين الشركات وبعضها وبعض سيبقى فيه للمنتجات سعرها هيقل عشان يتزيبوا أكبر عدد من الزبائن لأن المنتجات متشابها أو في منافسها فانا هشد الزبون زي باللور price او من الاسعار تبقى ليلا. طيب السؤال اللي بعده سؤال الرقم 4 which of the following would most likely assist individual in defining their investment goals ولنا فالشارك هم اللي بيحدد اهداف السمار هم financial planners اللي ممكن استعين بيها السؤال الخامس which of the following is most likely to facilitate trading and help reduce transaction costs اللي بيعمل اللي بيعمل transaction cost اللي هو الاجent او البروكارد اللي هو بيسهل عملية التداول او ان المقرد يلاقي مقرد او العكس فطبعا بدلا ما روح والف ويجي عشان ألاقي المقرد اللي يسلفني لا انا بلاقي بروح للبروكارد اللي بيسهل البروكارد اللي بيسهل البروكارد اللي بيسهل البروكارد للشخص اللي عايزه سؤال رقم 6 an institutional investor invest a government surplus government surplus قلنا ان هو sovereign wealth fund دا قلنا في ال overview ان ال government surplus لما يكون عندها فقد بتحطه في صندوق اسمه sovereign wealth fund طيب a broker will act as agent طب ال prince والدامين the dealer جميل نفتكر كده اللي قلنا a sell side analyst a sell side analyst الطيب he work for sell side analyst اللي هو بيحاول ان هو يباع لك الاوراق المالية بتاعتك دا اللي هو investment bank بيساعدك ان انت تباع الاوراق المالية ال investment bank اي بنك بيساعدك ان انت تباع الاوراق المالية a force of driving is the investment industry that has led to decrease trading processing costs اللي بيقلل التكاليف للاي عملية هي التكنولوجيا الكمبيوتورة او تركاندا انه اي حد يعتمد على عمل البشري ممكن يبقى العملية مكلفة وتاخدها قوية لكن التكنولوجيا بتسهل اول العملية طيب السؤال الرقم 10 globally regulation of the investment industry قلنا ان نكثرة الاسواق وزيادة المنتجات دلوقتي بقى فيه لازم ان يبقى فيه قوانين لازم وقالف به تمشى عليهم ما عادش فيه هرجالة او اي حد يمشى بالماغة فلا القوانين عن طريق العولامة زادت انكليزة وده ترند ده a financial institution that is specialized in providing mortgage احنا قلنا هنا المرتج اللي هي هنا العقارات اللي بيشتغل في العقارات هو المتشى البانك ده جزئية جديدة بتعرفها من الاسئلة مش عادي ما تقضش حاجة في الشرح وتعرف حاجة من الاسئلة ده حاجة تستفيق بيها وده بيكم من ده طيب طيب اللي هي شركات التأمين بتاخد فلوسك وترح تستثمر هي انفستور مستثمر شوف من غير مكمل السؤال بغرف على طول حل حل من كلمة أو كلمة بغرف على طول حل وده بيشتغل في العقارات خاصة من الاسئلة بوجه من المتشارة في العقارات وده الي هو بخاطر بلفلوشه انه يشته خلاص منك الوقت المالية ويبايا بسعاره أكثر يتبيع يتكسب يتخصر فهو هنا البيع بخطر بروس مادو مش ايجنت البيع بروكر لا البيع البيع المنزل تستطيع البيع المنزل هل الصناعة الاسطنار بتحاول انها تشبع احتياجات المقرد بس هل هي بتحاول انها تشبع احتياجات المقرد بس ولا الاثنين واحدة من المنزل المنزلجة المقدرة بخطر عشان الاساساله اللي جاية مقرد سرعة في التداغل مدام الكاش موجود خلاص يبقى كل حاجه سريع التكليف والحاجات دي بتبقى سريع انتقال الامواب إنه يتم الإجراء Connected to Information for Clients to Meet Their Financial Need انه هناك قصيدنا كيف حالك هل الكوستيدان هيOrganisation؟ لا الله هو امين الحلس لا الله الواصف لا رتال الإنفستر لا بتاجر تجزئة مع شماية فلوس ولاي لا وعفق كبير رتال الإنفستر تجزئة مع شخص مش كبير ويحاول انه يستثمر ويحاول انه يستثمر فهو اسمه تاجر تجزئة طيب هل هو منظمة؟ organization؟ لا. طيب ايه المنظمة? institutional investor. طيب. سؤال رقم تمنتاشر. Which of the following is true about savers in an economy? الحل رقم اثنين. They don't have enough capital. الحل رقم تلاتة. الحل رقم تلاتة. الحل رقم تلاتة. رقم C. They have more money than needed for current consumption and investment. معاهم فلوس زيادة عن حاجتهم. بيحاولوا ان هما يستسمروها عشان ياخدوا عائد اكبر. Which of the following assist is least liquid اه يعني ايه liquid؟ قلنا ان هو بيقدر يسيل يعني يقدر يتحول الكاش بسهولة. طيب ايه اللي ممكن تحول الكاش بسهولة؟ bond? سنت؟ اه ممكن تحول الكاش بسهولة يتبع ويشترا بفلوس عادي كاش. طيب. shares البوندساند والشيرز هي اسهم هي اسهم وسهدات كلها مست liquid يعني. اي حاجة هي liquid بتاعها او السيولة قائفة قليل اوي لان انا عبال مثلا مبيع عقار وسييل الكاش ده هياخد وقت كبير اوي مصلحة عقارية وما الى ذلك من البنوك اللي بتسهل العملية دي ولكن بتاخد وقت بتاخد وقت list liquid list liquid وايجي وارروح والدنيا ماشية والكاش موجود طالما الكاش موجود يبقى الاسعار مش هتعلى لان انت ما بتاخدش وقت ان انت تروح تبيع وتشتري الاسعار والمونتجات مش هتعلى او مش هتعلى اللي هو انا اقصد ان مش هيبقى فيها اختقار ده اللي هنقصده يعني المونتجات بالسعر العادل بتاعها فهتبقى ويبقى نبقى دول اصلا حاجة دور السناعة لسنعطه بسثمار السؤال ده السؤال ده أو بآخر يبقى أنا خارجت أسوار من الشركة البرره يبقى ده اسميه إيه Insider Trading الغصورية الشيطر 2 الأحدى شفطه 2 هيعرف يعني Insider Trading Insider Trading يعني أنا بخارجت أسوار الشركة البرره اللي منفع ليه أو منفع اللعميد طبعا ده غلط لانيه أسوار رقم 22 whatshiff the following is the characteristics of free market capitalism فري ماركت يجب أن أسواق رأس المال وهي الأسواق الخاصة أو الشركات الخاصة هي اللي بتستحوذ على السوق فهل دور الحكومة هنا قوي؟ لا دور الحكومة مش قوي طيب إمتى دور الحكومة يكون قوي في النظام الاشتراكي مش نظام رأس المال فري ماركت يجب أن يكون دور الحكومة مش قوي مينمال مينمال هنا يعني قليل وشفظة فلنج The characteristics of high liquid market هنا بيقول لك high liquid market liquid market يبقى سبيدي يبقى كوكلي يبقى أي حاجة بتمشي بسرعة على طول أي ترانزكشن أي انتقال للأموال بيمشي بسرعة مدام في كاش خلاص أي حاجة سبيدي كوكلي ديها على طول أنا بقول لك هنا أي كلمة من السؤال بتديك الإجابة بتدور على الإجابة من الكلمة بتاعت السؤال مش لازم ترى السؤال كله مش لازم ترى الأجواب كلها فهنا ببينلك فرق أن أنت لأ تحل الأسئلة مع أن انت تراجع بسرعة على الشرطر ومتخدش وقت فيه كده هيقويب جدا ومش هيتنسى من دماغك السؤال الرقم 24 What of these security market characteristics What would benefit individual investor High liquidity أه High liquidity طيب أنا عايز أول حاجة بس بالنسبة للأختار تاني أنا عمري ما في أي سوق أو أي سناعة اسمار بتحاول أنها تمحي الخطر اللي عنه أستاذ مر الخطر ده لليم يكون موجود ولكن بحاول عملله بحاول عملله مثلا بتمنع الغش عشان تقلل الخطر مش تمحي اللي منت هنا تمحي لا لا يوجد حاجة تمحي طبعا هو اللي اختار رقم واحد اللي هو كمبتشن دي ضد مالهاش علاقة بالسؤال أصبع بيقولك If the market for a security is competitive هنا competitive يعني التنافسية زي ما بقولت التنافسية طب لما يكون في تنافسية يبقى ما فيش سبلير اللي هو عارض للمنتجات بتاعته أو عارض للاسهم بتاعه هو اللي بيستحوز على السوق هو اللي ليه السلطة ليه السلطة يعني إيه يعني من السلطة على السوق هو اللي بيتحكم في سعرس أي حد بيتحكم في سعرس مع تقار طب لما يكون السوق تنافسي لأ يبقى ما فيش نو سيلر هايز السبستانشال انفوليوانس ونسبلايو في الساكرت Which of the following is one of the purposes of security's law and regulation الليو regulation على طول بتعمل شفافية في السوق شفافية عن ايه يعني Transparency شفافية هتيجي في سؤال تاني خفافية الليو regulation بتعمل شفافية خلص يب انت فهمت على طول من الشبكة ان الليو regulation جالك سؤال عن الليو regulation أو بتعمل Transparency هو ده اللعبة هاي دي الفكرة ان انت متخد شواء انجز نفسك جميع رقم سواع شوين an investor with two few financial resources اعلى اقول few financial resources يعني معايا موايد قليلة وبيستثمرها معايا فبوس قليلة وبيستثمرها a retail investor خفافية خفافية تجزاء Transparency regulation which of the following is the recent trend in the investment industry قلنا ان دلوقتي الترند في السوق يعني دلوقتي اللي مشبور بسبب globalization العولمة increasing irregulation في صناعة الاستثمار زادت القوانين زادت ان انا اقولك اعمل كذا ومتعملش كذا عشان باحمل مستثمر من المخاطر باقلن المخاطر مش بامحينها بدقيز not eliminate the movement of funds the movement of funds the movement of fund through a financial market is most likely a form of موذمينت افونس انتقال الاموال بشكل مباشر بيحصل امتا؟ بيحصل في الـ Direct Finance هل هذا بيحصل في البنوك او الشركات التأمين؟ لا لا انا بشوفش سافر انا كم اقترد ما برحش شوف المقرد انا برحش البنوك احطه فلوسي بالتالي هنا الاولا انا مسلا لو بمشيك بخيار الاستبعاد Direct Finance و Financial Intermediation اللي تنشوها بعض فاكيد التالت هتبقى Direct Finance لا بفاهمك فالموفمنت ده اللي هو انتقال الاموال بشكل مباشر هيبقى Direct Finance رقم 32 In a market economy the investment industry sets the interest rates اللي بتصوب او السوق ما بيحطش interest rate market it is either either perours to find capital او بخلي ان المقترد يلاقي المقترد يلاقي المقترد اللي ياخد منه فلوسه بشكل بسيط وسهل ايضا كل بوي ان المقترد من المتعاك او او من المقترد انها بتقلل الاسعار مش بتقلل الاسعار بس بيكون المنتج بسعر العادل ونفيش زيادة فى الاسعار وكمان بتعمل كفاءة فى الاقتصاد او كفاءة فى الإنتاج كفاءة فى الانتاج شوف انت ربطت الدنيا بعضها ازاي؟ طب اكيد ربطت دم شيء من الشرح يعني او انت بترمي An individual who confirm and settles trades after they have been unarranged طبعا ده تعريف جديد وده تعريف للكليرينج ايجنت اللي هو بيعمل ستل من تسوية مين اللي بيعمل تسوية هو الكليرينج ايجنت هنا بيقول لك the future of a whale functioning investment industry that gives investors the ability to quickly quickly اه يبقى هنا بيتكلم عالليقوديتي quickly يبقى بيتكلم عالليقوديتي بيتكلم عالسول على طول انا مش هكمل السؤال انا هو موجود اللي quickly liquidity جميل in most countries there are laws and regulations that are designed to prevent investment well beervent beervent يمنع well هل القوانين تمنع الخطر لا تمنع الخطر ولكن تقلل الخطر هل القوانين تمنع الغش اللي هو الفرد او تمنع الغش هل القوانين تمنع الخسارة لانا كمشتسمع ممكن اقصر وممكن اكسب يعني على حسر تحليلاتي ولكن انا بقولك تمنع يبقى الفرد جميل which of the following don't play a rule in a direct finance direct finance direct يعني الاقتمان اللي هو البنوك البنوك اللي هي credit institutions اللي هي شركات الاقتمان جميل جميل كده خلصنا اسئلة شابتر 1 ارغب ان اكون افتكو ويعني زي ما بقولك حل الاسئلة مع الشابتر بشكل سريح هتلاقي ان الموضوع بسيط وساكل ممكن تراجع الاسئلة تاني بعد محلتها لو عايزت تحلها من اول إلى جديد وتعمل روزت ده حاجة بيديها لك الموقع يعني بشكل جميل جدا آآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� ويعني ويارب أكون أفكر وشوكا جدا